موسيقى في تونس العائلة تحتل المرتبة الأولى في قائمة الأماكن الأكثر انتهاكا للفرد فماذا بعد؟ موسيقى كشف تقرير مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس أن العائلة احتلت المرتبة الأولى في قائمة الأماكن التي يتعرض فيها الفرد إلى الانتهاكات بمختلف أشكالها بنسبة 54.71% المرصد أشار إلى أنه تم تسجيل 296 حالة انتهاك شملت سبع أنواع من بينها التمييز العصري وتمييز القائم على النوع الاجتماعي والتمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات الجندرية وبلغ مجموع الانتهاكات في الوسط العائلي حسب التقرير مائتين أو مائة واثنتين واثعشرين حالة من بينها سبع وأربعون فروا من بيت العائلة وأربع وعشرون تعرضوا للمطاردة وسبعة عشر أصبحوا من عاملي وعاملات الجنس جراء المعامل القاسية للأسرة وتدعياتها النفسية والجسادية على الفرد كما سجل المرصد مائة وتسعة حالات انتهاك تعرضت إلى مشاكل وصعوبات نفسية في ذات الوسط بالإضافة إلى قرابة 71 حالة من الناجيات والناجين من العنف المادي الذي أودى بحياة إحداهن في جريمة قتل وأضافت سيرين الهمامي ممثلة المركز خلال ندوة صحفية بالعاصمة حول تقرير المرصد حول وضعيات التمييز في تونس خلال الفترة بين يوليو 2020 ويونيو 2021 أن معدل أعمار الحالات التي تعرضت إلى مختلف الانتهاكات القائمة على التمييز بلغ 25 سنة حيث ترواحت الشريحة العمرية بين 15 و 58 سنة مشيرة إلى أن القاصرين والقاصرات مثلوا نسبة 8% من الحالات المرصودة بكل من ولايات صفاقس والمونستير وسوسا وأغلبهم تعرضوا إلى انتهاكات من طرف العائلة ولإلقاء الضوء حول ما تضمنه التقرير تنضم إلينا من تونس سيرين الهمامي ممثلة مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس أهلا بك سيدة سيرين بداية هل لك أن تحدثين عن هذه الأرقام المهولة التي جاءت في تقرير المرصد مرحبا بك نشكرك على الاستضافة هنا سيرين همامي عن مرصد تفعيل الحق في الاختلاف أو مرصد دفاع الحق في الاختلاف المرصد هذية مسؤولة عن تنفيذ جمعية تفعيل الحق في الاختلاف منذ 2018 ومتكون لليوم من أكثر من 80 جمعية متوجدة على كامل التوراب الجمهورية المرصد هذة يأتي في سياق يتميز اليوم تزايد حالة استهداف حقوق وحريات والحقوق وحريات بعض الفئات من المجتمع سياق موصوم بضعف تفعيل القوانين المجربة لانتهاكات مثل قانون 50 لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري وقانون 58 طيب سيدة سيرين هذه الإحصاءات التي جاءت في تقرير المرصد حول هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد كيف تقرأين هذه الأرقام؟ نحن نقرأهم بطريقة شاملة وطريقة قطعية يعني أن الانتهاكات التي شملت سبع فئات هذوما منذ 2018 شملت أكثر فئات يعني في التوثيق ساعات هما فئات ما تكونش ظاهرة على خاطر ما تجيش تحكي على شنواصر لها أو على خاطر تعرف اللي فما غياب تفعيل القوانين اللي تنجم تحميها وفي الأرقام اللي صدرت شفنا اللي الناس تتعرض للانتهاكات تتعرض على الانتهاكات على أساس هوية من الهويات متاعهم مثلا فما أشخاص تعرضوا للتمييز على أساس تمييز العنصري أو على أساس الجنسية أما كان زيدة التمييز هذية مصاحب بتمييز على أساس شك بنا ربما المشاهد لا يفهم هذا التمييز يعني ما معنى ذلك وما نوع الانتهاك الذي يتعرض له التمييز أنه شخص أو مجموعة أشخاص أو العائلة أو في أي محيط كان يتعرض الإقصاء أو يتعرض المعاملات مهينة ومعاملات نجمة حضله من حقوقه في وضع معين بناء على هوية يحملها أي بناء على لون بشرته بناء على هويته الجنسية الجندارية على دينه على المكان السكن على لغته إلى آخره وتمييز هذية يتمثل في كما قلت في إقصاء أو في عنف أو في الحد من الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لأنه نفكر في الدستور التونسي في الدستور التونسي يضمن الحقوق والتساوي أمام القانون لكل لكل مواطنين والمواطنين أما في التفعيل نعم تفعيل القوانين تقصدين هنا؟ نعم التفعيل القوانين من هالقوانين اللي جيت في ظل تجريم أنواع التمييز هذو ما اللي قاعدين يسيروا الضحايا ضحايا التمييز ما همش قاعدين يمشيوا يشكيوا خوفا من أنوا منشيرا يتجرموا وإلا يوليوا حتى في حالة معناها التمييز اللي تسير لهم يوليوا هما المجرمين خاطر الله هنا في التمييز عنا في ظل تمييز في إطار تمييز على أساس الهوية الجنسية والتعبير الجندري الأشخاص هذو ما مجرمين في ظل القانون 230 من المجالة الجزائية اللي تجرم المثلية الجنسية يعني فما أشخاص تتعرض للتمييز أما هي زيدة أمام القانون مجرمة يعني هنا التمييز أريد لأنه تحدثتي باللهجة العامية التونسية ربما أغلب العرب لا يفهمون اللهجة تحدثت عن أن بعض الأشخاص من ولاية معينة مثلا لما يكون في العاصمة يتم التعامل معه بطريقة أقل من التعامل مع نظيره من ابن العاصمة تقصدين ذلك؟ نقصد هذيك هذي تمييز على أساس العرق أول جهة لهنا نحن كنقسم التمييز اللي يسير فما تمييز يسير على أساس العرق أول جهة كما أنت توذكرت أما فما زيدة تمييز يسير على أساس لون البشرة أو التمييز العاصوري لهنا في التمييز هذي فما التمييز يسير للتونسيين والتونسيات أما زيدة تمييز يسير المهاجرين والمهاجرة طيب مفهوم هذه النقطة سيدة سيرين لأن هذا التمييز ليس فقط ربما في تونس وإنما هو منتشر في العالم لكن الغريب هنا لماذا احتلت الأسرة المرتبة الأولى في الانتهاكات رغم أنه يفترض أن تكون هي الملاذ الآمن للشخص لهنا لازمني أن نصحح أنه مرتكبوا التمييز يعني الأسرة بـ 54.7% كانوا على أساس تواجه الجنسي لتعبير جندري الهواية الجندرية والخصائص الجنسية يعني مرتكب التمييز مش عامة تكون الأسرة يعني بالنسبة للتمييز العنصري المرتكب التمييز كانوا كانوا من برة الأسرة أو من خارج العائلة في المجتمع في المدرسة في المؤسسات مثلا تقصدين؟ بالضبط كانوا مؤسسة عموما لكن العائلة كانت هي يعني العائلة ما هيش في الحالات لكل المتسبب نعم بعض الحالات هي تكون في العائلة لكن في عال بالضبط بالضبط طيب هل لديك أي إحصاءات أو أي معلومات عن أنواع العنف التي تستخدم في الأسرة أو في العائلة؟ أو تمييز؟ في وسط العائلة؟ نعم في وسط العائلة هنا في علاقة مجتمع الممعين طيب هل لك أن تشرحي لنا سلوكيات التمييز؟ وما خطورة ذلك على المجتمع؟ يعني ما هو نوع هذا التمييز؟ تدعيات التمييز كيف يقول؟ التمييز هذا يكون بصيفة معناها منشيرة تمييز معناها تدعيته تكون أثار نفسية التي تنجمت أدي المحاولة تقتل والتي يتمثل فيه الضغط أن الأشخاص لا يعبروش على هويتهم بكل حرية يعني الضغط اللي ينجرع عليه شتم وضرب وعنف والترابي لا نفبتش يعني النوع النوع الكلام ترجمة العربية يعني طريقة الكلام وسلوكيات الكلام على كل حال انتهى وقت هذه المتقابلة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك سيدة سيرين همامي عضو مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف على كل ما تفضلت به شكرا جزيلا لك فاصل ومن بعده نتابع كيف يمكن الأس للأسرة أن تطبق مفاهيم السعاب الآخر وتقبل الاختلاف أهمكم الجديد العائلة الواحدة في مختلف المجتمعات من الطبيعي أن تتضمن مختلف الأعمار والميول والاتجاهات النتجة عن اختلاف التقافة والمستوى التعليمي والفكري هذا الاختلاف من الممكن أن يكون إضافة قوية لكل فرد داخل الأسرة ومن الممكن أيضا أن يكون أساسا للصدام والممارسات العنيفة أن تكون العائلة هي أكثر حيز اجتماعية تعرض فيه الأفراد الانتهاكات يرجعه مختصون إلى أسباب أبرزها الوضع الاجتماعي المحتقن على خلفية الأزمات الاقتصادية والمعيشية وما ترتب عن جائحة كورونا والحجر الصحي من تداعيات نفسية خطيرة تحول معها الغضب إلى عنف لفظي ومادي هناك أيضا من يتحدث عن أن التفاهم وتقبل الآخر لم يعد سائدا داخل كثير من الأسر التونسية التي تنطوي على ما يسمى بصراع الأجيال وهنا تلجأ الفئات الأكثر ضعفا من المراهقين والأطفال وربما النساء إلى البحث عن الاحتواء والحرية بطرق مختلفة قد تقود البعض نحو ممارسات تحمل بعضا من الخطورة فما السبيل إلى إنهاء العنف والانتهاكات بحق الفرد داخل الأسرة وما نعكسات هذا الأمر على المجتمعي كل ومن أين تبدأ ثقافة تقبل الآخر هذا ما تحدثنا عنها ضيفتنا من تونس الدكتور أمال جرامي الأكاديمية بجامعة منوبة دكتورة نرحب بكي على شاشة الغد بداية من أين ينبع الاختلاف بين أفراد الأسرة الواحدة أهلا وسهلا بكي أهلا بحضرتك وبالمشاهدين لقناة الغد نعم المفيد أن نتبين أن التنشئة الاجتماعية هي في الحقيقة مختلفة من أسرة إلى أخر ولكن لعل القاسمة المشتركة هو أن طريقة التنشئة الاجتماعية بقيت كلاسيكية تقليدية محافظة في أغلب الأحلات أو هناك عدم اهتمام بما بركائز هذه التنشئة الاجتماعية وما ينبغي أن تكون عليه ولذلك إذا سواء تحدثنا عن الرعاية المفردة التي لا تسمح للأطفال بأن يعبروا عن شخصياتهم بكل يعني حرية بنماء مواهبهم بتنمية قدراتهم التعبيرية وثقافة الاختلاف والتنوع والتعددية إلى غير ذلك فنحن في سياق أسر يهيمن فيها الأب أو الأم هناك سلطة تخنق الفرد ولا تسمح له بالتعبير عن ذاته وهويته أو هناك صورة لأسرة أخرى هي مستقيلة عن أداء أدوارها وهي توكل ذلك إما للمعينات المنزليات أو لأطراف أخرى من العائلة الموسعة وبالتالي في كل هذه الحالات يعيش الفرد في أغلب الحالات إن شئنا في مناخ لا يسمح له بمعرفة ذاته وبتنمية قدراته وباكتشاف الآخر واكتشاف العالم من حوله وتبين أوجه الاختلاف والتنوع والتعدد طيب الظروف المعيشية وجائحة كورونا التي فرضت الحجرة الصحية على الكثير من البشر حول العالم كيف أثر ذلك على طريقة التعاطي مع هذا الاختلاف بين الأفراد في داخل الأسرة أو في المجتمع؟ بالتأكيد هناك رابط قوي بين الوضع الاقتصادي المنهار الأزمات المتتالية طيلة هذه العشر سنوات ولكن دائما نحن نعلم أن تأثير الاقتصاد على نمط العيش وعلى البنية العلائقية داخل الأسرة وخارجها وهذا يؤثر في طبيعة الحال بمعنى أن الأب أو الأم التي تعيش أزمات مختلفة في مكان العمل التعرض إلى قضايا التحرش في وسائل النقل كل هذا المسار المعقد هو بطبيعة الحال يكون له تأثير في أداء الأب أو الأم داخل الأسرة فبالتالي على الصعيد النفسي هناك عدم رغبة في الإصغاء إلى الأطفال عدم الاستعداد للتفاعل مع الأبناء وتوجيههم وإتاحة وقت كبير للتفاعل معهم والإصغاء إلى طلباتهم وأشكال تفاعلهم المختلفة هذا له مردود لأن رد الفعل المباشر سيكون العنف الرد على أسئلة الأطفال بطريقة عنيفة الرد على مطالبهم بطريقة عنيفة إلى غير ذلك بالإضافة إلى هذا لا شك أن كل العالم شهدت طيلة الحجر الصحي تحولات كبيرة في نمط العيش في نمط التفكير وفي بناء العلاقات داخل الأسرة في الفضاء الضيق يعني الفضاء الخاص الذي أصبح يضيق بأهله نتيجة البقاء تلت ساعات وجها لوجها مع صراخ الأطفال أو طلاباتهم أو غضبهم أو غير ذلك والأب الغير متعود على رعاية الأطفال والأم أيضا التي ضاق بها الحال إذن هناك بطبيعة الحال عنف يمارس داخل الأنصرة سواء كان من الأب أو من كلا الطرفين كيف أيضا تقرأينا هناك تقارير لمنظمات حقوقية في تونس تتحدث عن الانتهاكات التي يتعرض لها بعض الأفراد ليس فقط في العائلة وإنما في المجتمع الانتهاكات التمييز العنف وذلك من خلال النوع الجنس الاختلاف الهوية أو حتى الهويات الجندرية كيف ترين هذه الظاهرة في تونس هل هي في ارتفاع وما هي أسبابها؟ في الحقيقة نحن بعد الثورة بدأت الجمعيات تتشكل وتنشأ وترصد الانتهاكات والحال أنها في الزمن ما قبل الثورة التونسية هناك سكوت الإعلام عن هذه الظاهرة فبالتالي نحن لا نعرف هل هي ظاهرة تضاعفت حسب الإحصائيات وأصبحت تشكل خطراً كبيراً أم أنها كانت على نفس هذا النسق ولكنها كانت غير ظاهرة غير مرئية بسبب تقاعص الإعلام وامتناعية وأيضاً ربما حتى الأفراد دكتورة ولكن حتى للأفراد يمكن يتخوفون لا يوجد وعي وأيضاً ربما يتخوفون نعم مثلاً نعم بطبيعة الحال مثلاً قضايا أصحاب الهويات اللامعيارية بطبيعة الحال كان موضوعاً محظوراً ولا يمكن الحديث فيه اليوم تشكلت جمعيات ودافع عن حقوق الأصحاب الهويات اللامعيارية والميولات الجنسية المختلفة وغير ذلك فهناك وعي اليوم بثقافة العيش معاً وثقافة الاختلاف والتعدد إلى غير ذلك وثقافة الحقوقية التي تجعل المرء يقصد مراكز الشرطة للتبليغ عن هذه الحالات ولكن ما نلاحظه أنا كيف أقرأ سألتني كيف أقرأ ذلك أنا أقرأها على أساس أنها ظواهر تنبئ إلى أزمات داخل المجتمع التونسي ومخاوف جديدة تطرق على تشكل الهويات داخل هذا المجتمع نتيجة الصراعات المحتدمة على مستوى الهوية الاجتماعية على مستوى الهوية الدينية أن الجدل السياسي له انعكاس أيضا في تصرفات وسلوك التونسيين نجد أيضا الجانب إذن تتضافر العوامل هناك بالأساس الجانب السياسي الاقتصادي والاجتماعي نحن مجتمع بصدد التحول يعيشوا ظواهر مختلفة متنوعة عديدة هذا من جانبا من جانب ثاني هناك يعني نسق الحياة أصبح معقدا وصعبا نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة ثم بالإضافة إلى ذلك انهيار منظومة التعليم فحيح لأن الإنسان أين تتشكل يعني شخصيته السوية بين ظفرين فيه مناخ سليم يقدم له المعرفة حول التنوع والتعددية يساهم في تطوير مواهبه إلى غير ذلك وفي تنمية خاصة حسه النقدي وفهمه للتنوع على أساس أنه الاختلاف رحمة في هذه النقطة يعني دكتورة البعض يرى أن الاختلاف غير مقبول دائما ويجب أن يخضع للمعايير المجتمعية مع أم ضد نحن في الحقيقة في تنشئاتنا الاجتماعية لا ندرب أبناءنا على أن الاختلاف هو الأصل في الأشياء وأن الأحادية النظرة وأحادية السلوك وأحادية الهوية هي يعني مصدر قلق ومصدر خوف ومصدر خطر على النسيج الاجتماعي لماذا؟ لأنه الذي يتدرب على إبصار الاختلاف الكوني الاختلاف الطبيعة الاختلاف في الملكات والقدرات يتقبل صاحب الإعاقة يتقبل الإنسان الذي يكون مريضاً يتقبل الإنسان الذي له تكوين مختلف له هوية جندرية مختلفة إلى غير ذلك فتصيبه الصدمة المعرفية في البداية ولكنه ينمي أسئلة داخله ويريد أن يتفاعل مع الآخرين ولكن الإنسان الذي يعيش في بيئة مغلقة على لون واحد على ثقافة مهيمة تمنع الأطلاع على تعدد الرؤى إلى غير ذلك هو إنسان هش والهائل إنسان هش لا يستطيع أن يتحاور وأن يفهم ويسغي ما هو المطلوب من الدولة من المسؤولين ومن الأسر لتربية نشأ جديد على تقبل الآخر وتقبل ظروفه وتقبله مهما اختلف نوعه أو جنسه إلى غاية ذلك ما هو المطلوب هنا؟ نعم لكل فاعل في المجتمع دور لأن المربي سواء كانت الأم أو الأب أو الجدة أو الجد أو الأجوار إلى غير ذلك لهم دور وهو في التوعية وفي ردع كل الحالات التعنف على الآخر ومنع الآخر من التعبير عن ذاته إلى غير ذلك فتعرفين في الحارة دائما هناك شخص اعتباري يستطيع أن يوجه وأن ينتقد سلوك المتعجرفين الذين يهددون سلامة الآخرين إلى غير ذلك الشخص القدوى نحن بحاجة إلى الرجوع إلى هذه الشخصية الاعتبارية التي تلعب دورا هاما في إحداث مناخ ملائم للعيش معا هذا من جانبا من جانب ثاني المسؤول اليوم عن التنشئة الاجتماعية متعدد الهويات بمعنى نجد في المدرسة المعلم المعلمة في الجامعة نفس الشي لغير ذلك ولكن نجده في الفضاءات العمومية أيضا هناك الفضاء المسجدية تلعب دور الفضاء التنشئة الرقمية اليوم تنشئة في وسائل الأعلم تلعب دور أيضا في التنشئة على قيم على حوار مجتمعي مفتوح على رؤى وآراء مختلفة إذا كل هذه الأطراف في الحقيقة متقاعصة لا تؤدي أدوارها تنسحب لأنه من الأسهل أن ندين الآخر ومن الأسهل أن نشهر أسلحتنا لإقصاء الآخر من فضاء المجتمع عمومي نشترك فيه لنعيش معا ونتقبل اختلافاتنا المتعددة والمتنوعة لأننا نعتبر أن الاندماج باختلافنا هو أثر بكثير من الاندماج قصريا في هذا المجتمع وأن لا نجد مكانا يتسع للجميع صحيح في حين أن نهتم بشكليات نهتم بمواضيع لا تحتل أهمية لدى الرأي العام ونهمل القضايا الأساسية ونهمل فتح النقاش للحديث حول هذه القضايا الجوهرية التي تعوق التنمية اليوم تعوق السلم تعوق الأمن المجتمعي في بلادنا وبطبيعة الحال للأكاديميا وللبحث وللجمعيات يعني الرصد وتحليل الظاهرة والكتاب حول الموضوع والقيام بالتدريبات ونقول في معترك المجتمع المدني لفتح النقاش شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به الدكتورة أمال جرامي الأكاديمية بجامعة من نوبا شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها تونس تتنامى المؤشرات حول تصاعد الانتهاكات في المجتمع التونسي خاصة داخل الأسرة وهو ما يستدعي وقفة من الجميع حتى يحافظ المجتمع على تماسكه فالأسرة هي الملاذ الأول لأي فرد ومن الخطورة أن تتحول إلى منبع للانتهاكات يبقى السؤال دائما ماذا بعد؟ اشتركوا في القناة